نحن بكم من جديد مشاهدين إذن تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملة تجمع التبرعات التي أطلقتها لصالح النازحين والمتضررين في مدينة حلب السورية وقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي فتح باب التبرع لحملة صرخة حلب في خمس من محافظات البلاد بنظام يومين في كل محافظة المزيد في سياق هذا التقرير تتفقم يوما بعد يوم معاناة سكان حلب مما تتطلب تضافر الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم المعيشية هذه الحملة بصراحة تؤكد لنا ما جبل عليه هذا المجتمع الكويتي من بذل المعروف وفعل الخير والمبادرة بهذه الأشياء والتسابق سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الأهلي فهذا مما يجعل الإنسان يفخر ويعتز بالانتماء إلى هذا الوطن الذي يؤكد فيه نصرة المسلم لأخير المسلم ومداواج راحة ومساعدته جمعية الهلال الأحمر الكويتي لن تدخر وسعا في تعزيز دورها الرائد والقيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه النازحين السوريين لتلبية احتياجاتهم الضرورية وتحقيق تطلعاتها في درء المخاطر المحدقة بهم نحن عندنا اجتماع يوم الأربعة المقبل لمجلس التعاون الخليجي لجمعات الهلال الأحمر الخليجية وبعدها سيتم انطلاق فريق خليجي موحد من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي أيضا إلى مناطق الآمنة من صوب تركيا إن شاء الله وسيم تجهيز المواد الغذائية الآن ستم تجهيز المواد الغذائية في تركيا مما التعاون مع الهلال الأحمر القطري وسيم توزيع هذه المساعدات بالتعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والأهل الخليجية الموجودة في هذه الأماكن الآمنة إن شاء الله صرخة حلب حملة تضامن مع المأساة الإنسانية التي تعرضت لها حلب والتي أدت إلى نزوح الآلاف من الأسر السورية ناصر الهاجري تلفزيون دولة الكويت